يا أهلا بحضركم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة الرجالة كانوا رجالة النهاردة الأبطال كانوا أبطال كل حاجة النهاردة في منتخب مصر كانت عظيمة الفرحة حلوة والسعادة حلوة وتجميعة الشعب المصري تاني وراء منتخبهم هو المكسب الأكبر أقسمنا النهاردة كوديفار أكنا الأفضل كنا الأحسن عملنا كل حاجة في المباراة دعنا فرص كتيرة وعملنا أداء رائع دفاعي وهجومي كل الشي في كونة القدم النهاردة منتخب مصر عملوا بالقلب والروح قبل القدم كل حاجة النهاردة بتقول إن احنا عندنا منتخب كبير عندنا مدير فني النهاردة قال أيوة أنا مدير فني كبير واسمي كبير وسيبيه محترم مش مجرد كلام على ورق النهاردة عمل مباراة كبيرة وزي ما انتقلنا في مباراة المنتخب النجيري المباراة الأولى النهاردة عمل مباراة كبيرة جدا قدام أقوى منتخب في البطولة منتخب كودفوار النهاردة كل حاجة كانت عظيمة من أول خطة اللعب تشكيل الفريق الأداء في الملعب الكوتشنج وإدارة المباراة من كيروش لكل واحد النهاردة شارك في المباراة مفيش واحد النهاردة يا جماعة كان وحش كل لاعب النهاردة كان مبهر كل لاعب النهاردة كان مدهش وقبل ما شيت بلاعب لاعب في صورتين النهاردة بالنسبة لي هما كل حاجة في المباراة هما الفرحة بتاعة المباراة صورة أبو الفتوح ورايح يبوس على دماغ محمد الشناوي هو على الأرض مصاب وصورة محمد الشناوي ورايح يشجع محمد أبو جبل وهو بيسد ضربات الترجيح فالراجوا على الجمال فرج يا سيدي فرج يا سيدي بتاع قصف الجبهات وبتاع الترندات وبتاع البيتجات وبتاع دعم فلان وهجوم على فلان اتفرج على المنظر هو ده الأهلي والزمالك هو ده منتخب مصر هما دول الناس اللي في الملعب اللي برا الملعب ما نعرفهمش هما دول اللي صلاح قال عليهم منباراة إن هما ما يستحملوش النجد والهجوم اللي بيتعرضوا ليه من الجماهير ومن بعض الناس فيه أو على شاشات التلفزيون نهاردة كل حاجة حلوة فرحان قوي مبارح باللي عملوا صلاح عشان في التصوري الشخصي اللي عملوا صلاح مبارح حفز اللعيبة وخلاهم النهاردة يلعبوا بقتال واضح جدا في كل ثانية المباراة النهاردة كانت صعبة نفسيا علينا كلنا أرحقتنا جدا لحد ما خلص الدربات الترجيع بس كنت فرحان وقلت النفس وانا بفرج على المباراة حتى لو لا قدر الله لا قدر الله ما كسمناش بس هو ده الأداء اللي احنا عايزين نشوف به منتخب مصر النهاردة تطمننا على منتخب مصر قبل مواجهة المغرب النهاردة تطمننا على منتخب مصر إنه يقدر يلاعب السنغال في تصفات كاس العالم ويكسبها قبل كده بصراحة ما كناش متطمنين خايفين قلقانين النهاردة النهاردة كيروش الكلام اللي تقال بعد أول مباراة أول مباراة منتخب مصر لعبها في كاس العالم الأفريقية الشرط الجزائي بتاعه كم؟ هيمشي إمتى؟ طب ما يمشي دلوقتي طب ما مش عارف إيه كلام ما بيحصلتش بقية حتى في الدنيا أول مباراة كلنا انتقضنا طبعا كيروش في المباراة الأولى بس هيا فيش حاجة اسمها أن مدرب يتحاسب على أول مباراة ليه في البطولة فيش الكلام ده تحاسبه على مجمع الأعمال والأعمال تتحسن الأعمال تتحسن مع منتخب مصر في البطولة فيلا نشجع ويلا نساند نساند النهاردة محمد الشناوي اللي كان بطل في هذه المباراة حتى لما أصيب كان بطل وبيساند زميله محمد الشناوي شال أكتر من كرة خطيرة محمد الشناوي هو اللي خلى دايما لمنتخب مصر الأمان أن النتيجة ما تتغيرش ويحصل أي ضغط لمنتخب مصر في المباراة محمد الشناوي كان درع عظيم لمنتخب مصر النهاردة نزل مكانه محمد أبو جبل وزيه زي الشناوي اتغيرت الأسماء والأداء واحد اتغيرت الأسماء والبطولة واحدة لو ده بطل فده جبل الاتنين كانوا رائعين الاتنين النهاردة كان ليهم جزء كبير من فوز منتخب مصر محمد الشناوي محمد أبو جبل حرس مرمى النادي الأهلي وحرس مرمى نادي الزمالك بتشرط منتخب مصر بنشجع منتخب مصر عمر كمال عبد الواحد النهاردة كظاهير أيمن كان مدهش ورائع أحمد فتوح كان رائع حجازي رائع كالعادة محمد عبد المنعم مفاجئة مفاجئة كيروش اللي جربه في البطولة العربية والناس انتقضيته لما شاركه في كاس الأمم الأفريقية قالك فين محمود علاء الخبرة مع كامل الاحترام محمود علاء لعب أيضا مميز محمد عبد المنعم كان راجل في أرض الملعب وهو بيدافع وهو رايح يشوت ضربة الترجيح وهو لسه صغير في السن ويشيل مسئولية كبيرة زي دي كان رائع بكل المقاييس حمد فتحي سوبر عمر السلية رائع إنني إنني واحد غيره كان بطل كورة من كتر الهجوم والانتقاض وأحيانا أو في أحيان كثيرة يعني السخرية من أداؤه النهاردة إنني عمل مباراة تاريخية مباراة كده بصيغة باتريك فييرا مباراة كده بصيغة مكاليلي مباراة بصيغة إنجولو كانتي مباراة بصيغة الكبار دول في العالم في العالم أنا مش ببالغ النهاردة محمد إنني عمل معدلات جاري مدهش أنا أعتقد يعني مش أقل من 15 كيلو جريهم النهاردة محمد إنني مش أقل ممكن يبقى أكتر هجوم هتلاقيه موجود ارتداد دفاعي سريع جدا هتلاقيه موجود تغطيع على الباك رايت موجود تغطيع على الباك ليفت موجود تغطيع على محمد صلاح موجود في كل حتة في الملعب النهاردة كان محمد إنني رائع ومدهش وبقول لكم والله واحد غيره كان بطل قورة من كتر ما كل الناس أو معظم الناس يعني دايما تتقلل من دور وإمكانيات محمد إنني النهاردة أفضل لاعب في المباراة عن كل استحقاق وأجدارة هذا اللاعب العظيم هذا اللاعب الرائع فيه ناس ألوك إن محمد إنني تهرم من ضربة الترجيح لا يا راجل لا بجدوا الله يا محمد إنني اللي عمل مباراة جبيلة كده هيتهرم من ضربة الترجيح وهمشي معاك ممكن يكون هو شايف نفسه مش جاهز إنه شوتها ده بيحصل في العالم كله لو بتيجي تختار اللاعب اللي هتشوت ضربات الترجيح بعد كل نهاية مباراة بتيجي المدرب أو الكابتن يقول مين اللي هتشوت يا جماعة ضربة الترجيح يقول لا أنا مش هقدر فيه فلان يقول لك لا أنا مش جاهز أنا نفسي مش قادر ده بيحصل في أي حتى في الدنيا لو فرضا إن محمد إنني عمل كده من حقه بالعكس ده لو لو محمد إنني مش واسق إنه هيقدر يسجل أو هيقدر يلعب ضربة الترجيح وقال لا أنا مش هشوت يبقى ده راجل أو ده موقف يحترم من محمد إنني ده لو حصل يعني بس طبعا فيه ناس بتحاول تمسك في حاجات صغيرة حطها على جن النهاردة عمر مرموش عمل أفضل مبارياته على الإطلاق في البطولة عمل أفضل مبارياته على الإطلاق مع منتخم مصر حتى مباراة ليبيا اللي خد فيها أفضل لعب وسجل هدف رائع جدا ده أفضل من أي مباراة ليه بقى؟ إن عمر مرموش اتحكم في الأداء الهجومي لمنتخم مصر هو اللي كان بيقف على الكورة هو اللي كان بينقل الكورة هو اللي كان بياخد الكورة وينطالك هو اللي كان بيمرر الكورة فعمل أداء رائع جدا لحد ما خرج محمد صلاح النهاردة وقف كونان اللي افت باك أو زهير ايسر بتاع كودفور اللي هو أفضل زهير ايسر في البطولة وقفه عند حده دفاعيا ما خلهوش أبدا ينطلقه جميعا ويمسل خطورة على منتخب مصر عشان بس انت ممكن تقيم محمد صلاح بفرصة أو بجول بس محمد صلاح النهار دي وجوده في الملعب خفى عليك ضغط هجومي مرعب من منتخب كودفور وعمل اتنين أسست رائعين جدا اتنين يعني كان ممكن يبقى أسست واحدة العمر السلائي واحدة المصطفى فتحي وكان أداءه ممتاز جدا في المباراة مصطفى محمد كان مسته في المباراة النهاردة انه كان بيرهك دفاع المنتخب الإفوري بيدغط جامد بيدرب جامد بيدرب يعني درب كورة يعني اللي هو بيخش كتف كتف في كل اللاعبين كان أداءه رائع ايضا النهاردة زيزو نضك بشكل مدهش وبقى لعيب عظيم جدا وبقى لعب مهم جدا محمد شريف الحبة اللي شارك فيهم برضو وعمل مجهود كبير جدا وأداء ايضا مماز جدا تريزيجيه رغم الناس قاعدوا يقولوا يا تريزيجيه حرام عليك فرص كتيرة بالضيع تريزيجيه هو أكتر لاعب سدد كرات في منتخب مصر النهاردة في الدقائل قليلا للعبهم أنا بالنسبة لدي النقطة الإيجابية ان تريزيجيه راح للجول خمس مرات خمس مرات صاوب الكرة ما جاتش فيه مولا واحدة هتعامل معنا حسية المباريات وحسية المرمة دي لسه ما جاتلوش بسبب الإصابة الطويلة بس يقول انه هو ينزل كبديل ويبقى أكتر لاعب في منتخب مصر سدد الكرات فده امتياز ونجاح أيضا أو يعني شيء جيد من تريزيجيه انه يعمل كده كان هيبقى الامتياز أكبر لو سجل واحدة منهم هدف النهاردة كل اللعبين رجالة كل اللعبين كانوا مميزين كل اللعبين عملوا دور مش طبيعي هاي العظيم على مدار المية وعشرين دقيقة أرجوكم فرصة نتجمع حوالين المنتخب تاني فرصة ننسى أهلي وزمالك شوية أنا فرحان جدا أنا شفت النهاردة الناس على تويتر بيكتبوا الأهلوية بيكتبوا بيشيدوا بفتوح وبجبل شايف الزمالكوية وهم بيشيدوا بمحمد الشناوي وحمد فتحي وباقي اللعبين فرحان فرحان بالروح دي رجعي تاني وسبح الله هو المكسب والأداء الكويس بيخلي الأمور هادية ونفسية الناس هادية والعصبية بتقل لو مكسب منتخب مصر كده كده غصبا عننا غصبا عننا غصبا عننا حتى لو في نفسياتنا أي شيء أو يعني منحب أندياتنا أكتر من منتخب مصر للأسف أول ما المنتخب بيعمل أداء محترم وبيعمل أداء في روح وقلب كلنا بنروح نلتفع حواليه بدون نصيحة وبدون محد ينصحك وليقول لك اعمل كده ولا اعمل كده فالحمد لله أن ده حصل النهاردة ربنا يا ربي يكملها على خير المهم أن احنا شفنا روح وقلب منتخب مصر مرة تانية المهم أن احنا تأكدنا أن احنا عندنا لعيبة رائعة جدا المهم أن احنا فهمنا أن احنا ما نبلغش تاني من قدرات المنافس اللي قدامنا منفضتش نقول ينهى ربي يد هنلاعب كوديفار ياخبى ربي يد هنلاعب نجاريا يا سلام هنلاعب السنغال ياخب ربي يد هنلاعب المطش الجاية مع المغرب يا سيدي دا راس براس يعني راس براس احنا برضو مش قليلين المغرب عندها مثلا أشرف حكيمي احنا عندنا محمد صلاح تاريطة أبضل لعب في العالم عادي يعني يعني لو أنت فاكر ولو عندهم ياسين بونو فا احنا عندنا محمد الشيناو عندنا الجبل عندنا يعني فبسيطة يعني ما تبالغش في قدرات اللي قدامك تعال نبالغ في قدرات لعبتنا تعال نفرح بيهم ونشجعهم ونسندهم ونقول عليهم أعظم لعيبة في العالم أنا مش هنسى التصريح اللي قاله كيروش قبل ما يسافر لما قال أيوة أنا معي أفضل لعبين في العالم أنا في نظر يدول أفضل لعبين في العالم حتى لو زيع الكريسيان وننلده حتى كان بيقولها بيهزار يعني حلو نشوف لعبتنا كبار نشوف لعبتنا يقدروا نشوف لعبتنا يقدروا يفوزوا بالبطولة وإن شاء الله نعدي مباراة المغرب الصعبة جدا في دوري التمانية يوم الحد اللي جاي وبعد كده يحلها ألف حلال بإذن الله والأمور تبقى كويسة بإذن الله